الفيديو ده بالغ الأهمية وتكمن أهميته أن كل الأزمنة اللي أنت هتدرسها معايا إن شاء الله أو اللي أنت بتدرسها تعتمد اعتماداً كلياً على اللي هيتقال إن شاء الله في الفيديو ده فالفيديو ده عن هنتكلم نهاردة إن شاء الله في الفيديو ده عن الفاعل والفاعل ده المكون الرئيسي للجملة في اللغة الإنجليزية حيث أن الجملة في اللغة الإنجليزية عبارة عن فاعل ثم الفاعل الجملة بتبدأ بالفاعل فمعرفتك لنوع الفاعل حيساعدك في معرفة إيه اللي ييجي بعد الفاعل فمثلاً الفاعل المفرد بييجي بعده doesn't is has was الفاعل الجمع بييجي بعده don't have were are الفاعل في اللغة الإنجليزية نوعين فاعل مفرد وفاعل الجمع الفاعل المفرد يشمل هي أو أي اسم رجل فأحمد هو هي هو فاعل مفرد she أو أي اسم أنثى ففاطمة هي she هي فاعل مفرد it أو أي حاجة غير عاقل نبات حيوان جماد the sun the pin the car the book هي it هي فاعل مفرد برضو الفاعل المفرد في اللغة الإنجليزية يشمل الاسم المفرد المشار إليه this car that book وهكذا برضو الفاعل المفرد في اللغة الإنجليزية يشمل الأسماء المجردة الأشياء المعنوية الحب السعادة الأمل السرور لعبة كرة القدم لعبة الشطرنج وهكذا ثانياً الفاعل الجمع في اللغة الإنجليزية يشمل رغم أن I معنىها أنا وأنا مفرد إلا أنه في بعض الأزمنة بيعامل معاملة الجمع ممكن تساوي أنا وأنت هما أو هم شخصان أو شيئان فما أكثر فأحمد ومحمد بيساوي بيساوي بتشير إلى المخاطب المفرد والمخاطب المثنى والمخاطب الجمع ورغم أنها بتشير إلى المخاطب المفرد أنت أو أنت إلا أنها بتعامل معاملة الجمع الفعل الجمع برضو يشمل أي اسم جمع برضو الفعل الجمع يشمل الاسم الجمع المشر إليه these cars those pins وهكذا الكلام ده مهم جدا 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 لان ان شاء الله لما نيجي ندرس الازمنة وهي اللغة ايه غير ازمنة لما نيجي ندرس الازمنة ان شاء الله هقول لك الفاعل الجمع هيجي بعده كذا فانت تبقى عارف يعني ايه فاعل جمع ويشمل كذا او كذا او كذا الفاعل المفرد هنا هيجي بعده كذا تبقى انت فاهم يعني ايه فاعل مفرد وان هو يشمل كذا 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 شكرا